محليا أشرف والي ولاية البوليدة السيد إبراهيم أوشان رفقة رئيس المجلس الشعب البلدي لبلدية موزايا السيد بالرقاع صلاح الدين ورئيسة الدائرة السيدة ربيعة طبال وبعض من الرؤساء المحليين على افتتاح الموسم الدراسي من ابتدائية الإخوة العمري بموزايا وسيشرف على تأثير التلاميذ أزيد من نصف مليون أستاذ على مستوى 30 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن بينما حددت وزارة التربية الوطنية محورين للدرس الافتتاحي تمثل في الطفل والتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط وموضوع تعزيز اللحمة الوطنية لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوية